بعد 16 عاماً وأربع ولايات متتالية من حكمها يطوي برلمان زعيمة الاتحاد الأوروبي صفحة أنجيلا ميركل المرأة الحديدية الألمانية التي قادت أقوى اقتصاد في أوروبا في خضم أزمات عصفت بالعالم بأسره لا أوروبا فحسب خليفة ميركل المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي خصم المستشارة اللدود نجح في اجتياز عتبة الثقة بما يزيد على نصف الأصوات بقليل فأولف شولتز المستشار الجديد لألمانيا يعيد بتعيينه البلاد إلى حقبة يسار الوسط في الحكم ويطوي حقبة ميركل التي انسحبت من الحياة السياسية قبل تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة في الحكم سجلها المستشار هلماتكول تحالف يسار الوسط المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الليبرالي قد يواجه صعوبة في تحقيق الانسجام بين أجندة الأحزاب الثلاثة إلا أن برنامج حماية البيئة وتقشف المالي ومستقبل أوروبا يشكل قاسما مشتركا بين الائتلاف الحاكم الجديد يواجه الوزراء فور تولي مهامهم الجديدة وضعا صحيا متأزما إذ دفعت الموجة الجديدة من تفشي وباء كورونا الحكومة إلى فرض قيود شديدة على غير الملقحين وسط التوقعات بأن تفرض الحكومة الجديدة التلقيحة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر كما تواجه الحكومة الجديدة ملفات خطيرة وتوترا جيوسياسيا مع روسيا والصين لكن الكريملين سارع إلى الترحيب بحكام ألمانيا الجدد ودعاهم إلى الحوار وفي استمرار للتقليد المتبع من أسلافه سيتوجه شولتس إلى فرنسا في أول زيارة له إلى الخارج ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتأكيد على ثوابت الاتحاد الأوروبي الذي يواجه رياحا عاصفة فهل ستتمكن الحكومة الألمانية الجديدة من مواجهة التحديات المتزايدة وتحمل عبء إرث ميركل التاريخي؟